السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا حل مشكل لعدم ظهور التطبيقات على متجر او بلاي ستور ويوجد الحل في هذا الفيديو انك في الفيديو المناسب وايضا توجد تغرق فقط ما عليك هو وضع لايك وان اغلب التفاعل عندما قمت بوضع صورة يعني في المنتدى نقوم بالتوجه الى القناة الخاصة بنا نقوم بتغطينا هنا ما عليك انت اذا كنت اول مرة تشاهد فيديو على قناتنا ما عليك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس فقط واذكنت يعني ايضا من مشاركين الحاليون او القدم ما عليك وانت وضع لايك لكي تشجعنا لان اللايك يعود لنا بالفائدة وانتم ايضا ان شاء الله عندما تتطور القناة سوف تكون المسابقات اكتر فاكتر فقط بدون اطالة نبدأ بالشرح نتوجه مباشرة الى هنا المنتدى ها هو هنا انا قمت بوضع هذا اخذ يعني عدد اللايكات كما تلاحظون يعني ها هي التعليقات اخذ تتفاعلوا يقولوا لبعض الاشخاص اريد يعني الفيديو يعني اه المونتاج الفيديو ليس سهل ياخذ وقت المهم بدون اطالة نبدأ بالشرح هنا ما عليك هو انت تحميل تطبيق الفي بي ان متجر بلاي او بلاي ستار متوفر يعني بدون ان نتكلم عن ذلك نقوم بالدخول الى حسابنا على بلاي ستار نتوجه مباشرة الى هنا يعني لمن لا يعرف كيف يقوم بهذه الخطوات سوف اقوم بوضع فيديو انا قمت بشاح الفيديو لهذا لكن اليوم سوف يكون حل مع تغرى سوف اجد رابط الفيديو اسفل الوصف نتوجه الى نقاط التشغيل يجب ان يكون متجر خاص بك او بلاي ستار امريكي سوف تجدونا الفيديو اسفل الوصف هنا كما تلاحظون لا توجد التطبيقات كما تلاحظون هذه فقط يقول قم بالشرح او سوف تحصل هكذا وهكذا على النقاط لا توجد ولدي 80 نقطة ما عليك هو ان تفعله تقوم بالخروج هكذا يعني اذ لم تدخل اصلا قم بالخروج ثم تقوم بتحميل هذا الفي بي ان على ما اظنى يوجد لبعض المستخدمين او المتابعين لان انا قمت باستعماله في الشروحات السابقة تقوم بالدخول اول شيء الى الفي بي ان نقوم بالدخول الى الفي بي ان يعني اول شيء يجب ان يكون الفي بي ان ننتظر قليل نقوم بالضغط على ايقونة الجي بي اس هكذا ثم نختار ولاية المتحدة الامريكية كما كما تشاء سان فرانسيسكو او نيويورك يعني نقوم باختيار فقط الولايات المتحدة الامريكية ننتظر حتى يتم الاتصال بالسيرفر الامريكي بعدما تقوم بالاتصال هذا اول شيء تتوجه مباشرة هنا تقوم بالذهب الى المعلومات التطبيق هكذا يعني عندما تقوم بالدخول الى اعدادات الهاتف ثم تطبيقات تظهر لك هنا يعني يجب ان تختار هنا تتوجه مباشرة هنا تقوم بالضغط على فرض ايقاف هكذا ثم تقوم بالضغط على تخزين يعني تختلف وجهة الهاتف نقوم بالضغط على اه محول البيانات هكذا موافق ننتظر قليلا ثم نقوم بالخروج كما تلاحظون نقوم بالخروج من كل التطبيقات هكذا يعني المازال شغال نقوم بالدخول الى متجر يعني سوف ياخذ وقت للدخول بسبب محوك البيانات وايضا اتصالك بالنقوم بالضغط على ثلاث اسطر هنا ثم نختار هنا يعني عندما يكون الحساب الخاص بك امريكي سوف تجد رابط الفيديو اسفل الوصف او في نهاية الفيديو نقوم بالنزول الى الاسفل كما تلاحظون تم اضافة عرض يعني انت تختلف العروض حسب ما قمت به مسبقا انا قمت بتحميل تطبيقات اخرى كما تلاحظون قد تظهر لك انت اربعة حسب ما قمت به او حصلت على النقاط من قبل او مسبقا هنا يقول لك ها هو ظهراء التطبيق على سبيل المثال انت ظهرت لك يعني اربعة تطبيقات فقط هناك ما تلاحظون قد تظهر لك اربعة تطبيقات ثلاث تطبيقات حسب ما قمت به مسبقا او من قبل انا ظهرت لي هنا واحد ما عليك انت تقوم بالضغط هنا هذا الحل نبدأ بالحل فقط الاول ثم تقوم بالضغط على تطبيق هكذا ننتظر فقط هناك ما تلاحظون يعني اه من شركة يعني سوف تحصل على واحد دولار يعني ما عليك فقط فعل اه فعل اشياء فقط بسيطة من هذه الطريقات او الطرق ننتظر فقط حتى يبدأ التحميل ونقوم بالغائه وسوف تحصل على النقاط مباشرة كما لاحظتم انا كانت لدي حوالي تمانون نقطة بالطبع والان سوف تصبح خمسة وتمانون الان تنسبة طيئة يعني انت تظهر لك مباشرة هنا نقوم بالالغاء ثم نقوم بالعودة هنا تم اضافة خمسة وتمانون نقطة يعني بدون ان تنتظر تقوم بالضغط على السبيل تنتظر حوالي خمس دواني ثم تقوم بالغائه وسوف تحصل على النقاط عندما تحصل على سبيل متال انت لديك اه متال ثلاث تطبيقات انا ظهر لي تطبيق لاني قمت بالجمع مسبقا عندما تظهر لك وتقوم بالضغط على تطبيق كما قمت به الان عندما تقوم بالرجوع سوف تذهب إلى تطبيقات الاخرى ما عليك هو ان تقوم تكرار نفس العملية يعني تقوم بتكرار نفس العملية سوف تظهر لك التطبيقات ولن يحدث أي شيء فقط هذا هو ما في الأمر عندما تصل إلى الحد الأدنى أيضا نتوجه إلى التغرى التغرى يعني سهلة للغاية ما عليك هو أن تقوم بفتح حساب أو لديك حساب مسبقا عندما تقوم بالدخول ما عليك أنت تقوم بجمع النقاط نفس الطريقة يعني تكررها لو لم تظهر لك التطبيقات تقوم بتكرر نفس العملية وهكذا تحصل على النقاط أيضا يعني تختلف حسب ما قمت به من قبل فقط هذا هو الحل وأيضا التغرى كما قلنا ما عليك هو إنشاء حسابات وتقوم بتطبيق نفس العملية عندما تقوم بتطبيقها سوف تحصل على نقاط من عدة حسابات وليس من حساب فقط تربح منه يعني عندما تربح من حسابات كثيرة سوف يكون مجموعة جيد يعني واحد دولار قليلة لكن نحن نركز على الأشخاص لم يربحوا قط في حياتهم هذه يعني ما تدع بطاقة جوجو بلاي أو ما شابه عندما تنتهي نقوم بالضغط على نقاط التشغيل كما تلاحظون هنا يعني سوف يزال تحديد تتوجه مباشرة إلى استخدام تضغط هنا فقوم بالضغط على استخدام ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل يعني هي توجد في الأسفل هكذا ثم نقوم بالصعود ها هو الحد الأدنى مئة نقطة تساوي واحد دولار حتى توجد اثنان دولار خمسة دولار عشرة دولار كما تلاحظون وعندما أقوم أنا بالسعب سوف أريكم يعني سوف أري أضع فيديو خاص بهذا كيف أقوم بالسعب وتصلك يعني الرصيد الخاص بك مباشرة وأنه شاهدت يعني الفيديو المهم لا أريد التعمق في الدرس سوف يصلك السعب مباشرة تستطيع سحبها يعني فورا هذا هو ما في الأمر وهذا من شركة رائعة أيضا يعني بلاي ستور هي شركة كبيرة ومنها الآن انتهي موسيقى